وافق مجلس نواب خلال جلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لعام 1952 بشأن الإصلاح الزراعية كما وفق المجلس أيضا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لعام 1956 في شأن تنظيم السجون ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير المشروع وتهريب المهاجرين موسيقى استأنف مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي في بداية الجلسة العامة وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس النواب من جانبه لن يتوانى عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر كما وفق المجلس نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الزراعي وشهدت الجلسة الموافقة على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بعد عرض عدد من النواب رؤيتهم على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة في الحقيقة الدولة بتبزل قصار جهدها في هذا الملف وأنا بشكر القيادة السياسية التي تصدت لهذا الملف بكل حزن لأن كان الموضوع في الهجرة غير الشرعية بيعرض كل شبابنا للموت في البحار وتتحول أحلامهم لكوارث أهليهم وأثارهم بتحزن عليهم العمر كله أود أن أشيد بهذا بما جاء بالقانون المحل المناقشا نظر أنه يقتحم ملف من أخطر وأهم من ملفات التي تسعى الدولة المصرية منذ زمن بعيد لإيجاد حلول جذرية وفعالة للمشاكل التي تترتب على أثر ألا وهو الهجرة غير الشرعية مناقشات وقرارات مهمة يواصل مجلس النواب اتخاذها فيما يخص العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف تحقيق التناغم بين سلطات ومؤسسات الدولة بما يعود بالنفع على المواطن موسيقى